الأفكار الهدامة والمتطرفة هو التطرف نوعين يمكن التطرف السلب جداً وتطرف أيضاً النحة الثانية اللي هو ولكن عشان عرفهم حاجة زي كده يجب انهم يعودوا مع الناس اللي يقدروا فعلاً يديهم المعلومة ومن مصدرها الأساسي أصبح الطالب دلوقتي محمل على أكتاف وهذه المعلومة وكمان بقت فيه عنده رسالة يجب انه يوصلها داخل الجامعة بقيت زميله ويترح عليهم اللي هو سمعه وكمان يبحث ويتأكد من صدق المعلومة اللي خادها عندنا في المعهد لما يتأكد من صدقها من المصادر اللي أنا دايماً بقول لهم لو سمحتوا اطلعوا عليها هيك أشرت من شوية الموقع بتاع رئاسة مجلس الوزراء الموقع راسي الجمهورية المشروعات القومية اللي احنا بنتكلم عليها والمبادرات اللي معمول لها حتى طايم تيب والجدول الزمني بتاع عشان ينتهي لو دخلوا لدنا عليها وانحنا بنتكلم معهم في ده وابتدأ ان هو يدوس كرول داون أو ينزل تحت عشان يدور على آخر المستجدات اللي موجودة أنا بس عايز يحسب لي يعمل لي كده تايمر ولما يتعب ويزهق من كتر ما هو بينزل يعرف مصر رايح محيط فين وأرجو انه هم يطلعوا أيضاً على عشرين وثلاثين وعشرين وثلاثين وخمسين أيضاً يعرفوا هل يطلع احنا ماشيين بالخطة بأبعادها دا اللي احنا بندرسه جماعة اعداد القاتل الأفكار دي ما بقيتش بس في الحتة الخاصة بالجانب التكفيري أو الإرهابي لا تطورت أيضاً احنا تربينا على احترام الكبير على الثقافات والموروسات الأصيلة في المجتمع المصري الخاصة باننا مستحيل أعقق أبوي أو أمي دا ناجب اننا أحترمهم وشلهم فقراسي ابتدت الحاجات دي تتغير بثقافات مختلفة بتدخل للمجتمع المصري ابتدى عندنا كمان فكرة تانية موجود والاستقلالية واننا الوحدي واننا لا دا مش كده دا أنا لازم أخب بالي كويس قوي من الحاجات الدخيلة اللي ممكن محدش يخب باله منها وتدخل في عقول ولادنا وبالتالي يطلع جيل غير قادر على تحمل المسؤولية الأسرة لو هنتكلم عليها حقيقة ممكن الفترة اللي فاتت وخلال ست سنين اللي فاتوا أكتر من ستين في المية من المتزوجين حديثاً اتطلقوا ليه؟ مفهوم الأسرة عندهم ما بقاش موجود وبالتالي احنا شغالين في كل ده أطلقنا المسابقة الكبيرة دي اللي اسمها معنا عشان نؤكد فيها هوية للمجتمع المصري نطلب من الطالب ان هو يبدع ان هو يطلع الجديد اللي عنده ان هو يبتكر ومش شرط يكون طالب واحد فقط احنا مجموعة من الطالبة ممكن تشترك في عمل فيديو قصير الفن النعم او القوة النعمة اللي بنتكلم عليها بتوصل بدا عندي ولادي اللي بيتكلموا في كده كتير أحمد أسامة جامعة الأزهر سلمان جامعة الأزهر الزهراء في جامعة الأزهر عندي جامعة قرية تكنولوجية جديدة إسلام أو محمد أو طارق وهكذا وهكذا من جامعة المصرية اللي بيبتدوا يعملوا فعلاً حاجة وبسيبهم يكتبوا أساميهم حتى يمكن معالي الوزير دكتور أيمان عشور دايماً لما بيجي يحضر معهم ويبقوا لدنا موجودين بعد ما يخلص الفيديو اللي هم بيعرضو قدام كل الجامعة المصرية ويقولوا دول ولادنا يا دكتور اللي عاملين الكلام ده قد إيه فخر الطالب اللي هو بيعمله بإيده ده وإن هو يقدر يؤثر بعمل قصير زي ده وملهم زي ده في جموع الشعب تخليه بقى إيه بعدين هتخلي عنده من قد الحماسة تبقى أصله فيه يا ترى هو هيبقى نموذج وقدوة لكم طالب تاني زيه إحنا شغالين في ده وكنا شغالين قابليه أيضاً في طاير المناخي وعملنا كده هكاسون للابتكار والإبداع ما بين كل طلاب الجمهورية وفزل بيه ثلاث جامعات أيضاً بنسويف المركز الأول حلوان مركز تاني والمنصورة مركز ثالث والمسابقات اللي من النوع ده شغالين فيها على طول ومن بنقفش ولادنا المفروض يعرفوا إنه عندهم فيه هدف كبير بيسعالوا وهو تنمية الدولة دي فاحنا بننمي في عقول الدولة لأن البشر هم اللي هيعملوا ده وبالتالي احنا وراهم على طول ده كلام أكتر من رائع